اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد اترك تعليقا فهذا يشجعني على الاستمرار وفي حادثة بين الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ابا عمر ان يغفر لابي بكر فتوجه الاخير للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام يغفر الله لك يا ابا بكر ولما علم عمر ندم وذهب الى ابي بكر فلم يجده فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه فجثى ابو بكر على ركبتيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله انا كنت اظلم فقال النبي عليه السلام ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها وقال ابن كثير كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة أي أعلمهم بالقرآن لأنه صلى الله عليه وسلم قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنهم مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ومن دلائل سعة علمه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي يوم صلح الحديبية على ما نرضى الدنية في ديننا فأجابه ثم ذهب إلى أبي بكر فأجابه بمثل ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه معبرا للرؤية وقال محمد بن سيرين إنه المقدم في هذا العلم بالاتفاق كما كان من أفصح الناس وأخطبهم وقال له عمر رضي الله عنه يا خير الناس بعد رسول الله وفي موضع آخر صعد عمر رضي الله عنه إلى المنبر وقال ألا إن أعظم هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا فهو منفتر عليهما على المفتري وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي مجاهدا ومبشرا بالجنة لم يتخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فشارك معه في غزوة بدر الكبرى وكان يستطلع الجيش معه وتولى حراسته عليه الصلاة والسلام في عريشه وفي غزوة أحد تفرق المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء ميدان المعركة فشق أبو بكر رضي الله عنه الصفوفة حتى وصل إليه وشارك أبو بكر رضي الله عنه في غزوة بني النضاير وبني المصطلق وبني قريضة ضد يهود المدينة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة إلى الحديبية خرج أبو بكر معه وقال عن صلحها فيما بعد ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية وفي غزوة خيبر كان أول قائد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قطع نخيل خيبر لما في ذلك من خسارة للمسلمين سواء فتحت خيبر عنوة أو صلحا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية نجد وبني فزارة وكان أميرا على السريتين ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ثم في سرية ذات السلاسل وفي السنة الثامنة للهجرة كان الصديق رضي الله عنه حاضرا في فتح مكة ولما طلب منه أبو سفيان أن يجدد العقد بينهم ويزيد المدة قال جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو وجدتني الذرة قاتلكم لأعنتها عليكم وشهد يوم حنين وحصار الطائف وفي الطائف رمي ابنه عبد الله بسهم قتله بعد ذلك في المدينة ولما قدم أهل ثقيف من الطائف مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق أول من بشر بقدومهم ولما عرف صاحب السهم الذي قتل ابنه بعد ذلك وكان قد أسلم قال له إن هذا السهم الذي قتل عبد الله بن أبي بكر فالحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده فإنه أوسع لكما وفي غزوة تابوكا يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم جعل اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي هذه الغزوة تصدق عمر بنص في ماله مسابقا أبا بكر لكنه اكتشف أن الصديق تصدق بماله كله فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عما أبقى لعياله أجابه الله ورسوله فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا وفي الحج سنة تسعة هجرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحجاج وكانت هذه الحجة توطئة لحجة الوداع التي رافق فيها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشر الصديق رضي الله عنه بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فذات يوم استأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي موسى الأشعري إئذن له وبشره بالجنة توليه الخلافة ومنجزاته فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وناقشوا أمر اختيار خليفة لرسول الله وقدموا لذلك زعيم الخزرج سعد بن عبادة وكان أبو بكر رضي الله عنه آنذاك في اجتماع مع المهاجرين أيضا فلما بلغهم نبأ اجتماع الأنصار ذهبوا إليهم وخطب أبو بكر في الأنصار وأثنى عليهم وعلى نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أبو بكر عمر وأبا عبيدة رضي الله عنهما للخلافة ورفض عمر ذلك ثم بايع سعد بن عبادة والأنصار من بعده أبا بكر واختاره المسلمون خليفة لهم وبايعوه في اليوم التالي بيعة عامة بعد بيعة سقيفة بني ساعدة الخاصة وبذلك كان أول الخلفاء الراشدين وبدأت خلافته في العام الحادي عشر للهجرة وقالت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذا أنتمر ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة اقترح عليه بعض الصحابة أن يبقي الجيش لكنه أصر على استمرار الحملة العسكرية المتجهة إلى الشام وهزم المسلمون الروم في تلك المعركة ثانيا قتال أهل الردة ومانع الزكاة عندما انتشر نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الطوائف من العرب عن الإسلام ومنع الزكاة فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه أن يتركهم لكنه رفض فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وكان رد الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وبعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشا إلى عدة مناطق لقتاء للمرتدين منهم جيش عكرمة إلى عمان وجيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ثالثا قتال مسيلمة الكذاب بعث مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كتابا يزعم فيه أنه شريكه في النبوة وكان يسجع محاولا الإتيان بما يشبه القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان مسيلمة أشهر من ارتدى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودع النبوة فبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا لقتاله في اليمامة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فحاصرهم المسلمون أياما ثم قتل مسيلمة رابعا التوسع وجمع القرآن استقرت أوضاع الدولة الإسلامية بعد قتال أهل الردة وهزيمتهم فبعث الصديق رضي الله عنه جيوشا للتوسع شمالا واستطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يحقق انتصارات كبيرة في الشام بمعركتي اليرموك وأجنادين بعد أن استشهد الكثير من الصحابة في قتال مسيلمة في اليمامة خشي عمر أن يذهب القرآن باستشهاد القراء وأشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمعه فقال الصديق رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعه عمر في ذلك حتى وافق وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتتبع القرآن وجمعه وكان زيد رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم مرضه ووفاته قالت عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما إن أول بدء مرضي أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين وكان يوما باردا فحمى خمسة عشرة يوما لا يخرج إلى للصلاة ووصى أبو بكر وهو في فراش مرضه بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وتوفي في مرضه الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في أغسطس آب سنة ستة مائة وأربعة وثلاثون ميلادي ودفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أترك تعليقا فهذا يشجعني على الاستمرار